مطربين حفظوا القرآن بالكامل منهم اللي اتمنى تسجيله ما جتلوش الفرصة ومنهم اللي اعتزل واكتفى به وتانيين ليهم تسجيلات ندرة بيتلوا فيها القرآن بصوت عزب جدا في الفترة الأخيرة شفنا نجوم كتير أبدعوا في قراءة القرآن وخطفوا قلوب جمهورهم بتلوتهم العزبة وحبوا صوتهم يمكن أكتر من الأغاني وآخرهم كان الفنان أدهم نابولسي وبهاء سلطان والنجم The Voice Kids خالد الفيد وكان خالد الفيد أعلن اعتزاله وأنهم سرته الفنية اللي لسه بتبدأ وده بعد ما أعلن إنه شاف النبي في المنام وكتب خالد النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وانا بحبكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة كان بجانبي أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب هو كان في داخل بيته وبجانبه ورق ابن نوفل وطلب من الناس إنه محدش يقوله غني تاني ووعدهم إنه هيسجل القرآن كامل بصوته هينزله كمان النجم بهاء سلطان مشكلته مع المنتج نصر محروس واللي على إسرها قاعد فترة طويلة في البيت من غير شغل إدته فرصة إنه يقرب أكتر من القرآن وأعلن في الفترة دي حفظ القرآن كامل وانتشرت له مجموعة مقاطع وهو بيقرأ أجزاء من القرآن وبعد حل مشكلته مع نصر محروس رجع تاني بهائل الغنى وقال إنه هيحاول يغني حاجات هادفة قدر المستطاع مع الإنشاد الديني أما النجم أدهم نابولسي واللي قرر يعتزل الفن فعيز نجاحه بسبب رغبته في إنه يكون قريب أكتر من القرآن والدين وإنه مش مرتاح بينشر من وقت للتاني مقاطع لي وهو بيردل القرآن بطريقة مريحة للقلب والسمع بصوته الجميل والعزب ده غير المقاطع المنتشرة لي وهو بيأم المسلمين في الصلاة أو فيديوهات لرفع الأدان كان انتشر مقطع صوتي للفنان تامر حسني وهو بيردد الأدان بصوت عزبه جميل على الطريقة المصرية نيل بسببه إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل اجتماعي وتامر من وقت للتاني بيقدم أغاني دينية خاصة بالتزامن مع رمضان يعتبر صوت أحمد سعد من أجمل وأحلى الأصوات العربية ومن أنجح المطربين المصريين وفي القرآن كمان صوته لقى استحسان وقبول كبير جدا عند الجمهور لما نشر فيديو ليه وهو بيتله القرآن الكريم لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان 2022 وناس كتير طلبته بأنه يسجل القرآن كامل بصوته تسجيل القرآن اللي كان أمنية كوكب الشرق ستو مكلسوم اللي تمنت تسجل القرآن كامل بصوتها وتتبرع بالمقابل المادي لطلبة الجامعات غير القادرين لكن فتاوة بتحرم تلاوة المرأة للقرآن حرمتها من الحلم ده وتعتبر أم كلسوم من أهم الفنانين اللي تلوا القرآن الكريم من خلال فيلم سلامة أم كلسوم ما كانتش المطربة الوحيدة لأجارة قراءة القرآن فالفنانة الراحلة وردة الجزائرية قرأت في فيلم ألمز وعبد الحامولي آيات من سورة آل عمران بصوت جميل وممكن تتفاجئ لما تعرف أن علي الحجار قارق معتمد من الأزهر الشريف ويعتبر المطرب الوحيد اللي معه إجازة واتلى الحجار مقاطع من القرآن في أكتر من لقاء تلفزيوني بالإضافة للتلاوة في حلقات المسلسل الكرتوني أسباب نزول الآيات ومن بين الفنانين والمطربين في منهم ناس حاملة لكتاب الله كامل واللي منهم الفنان متحد صالح اللي تولد في عائلة أزهرية ودرس في الأزهر الشريف وحافظ القرآن الكريم وأتقنه لحد ما تخرج من الجمعة ودخل بعدها عالم الغنى وكان فيه فيديو نادر جدا منتشر لمتحد صالح وهو طفل وكان بيتل فيه القرآن بصوت عزب جدا وكان كسبان وقتها مسابقة في القرآن الكريم كمان الفنان ماجد المصري ما كانش يتوقع أنه هيدخل عالم الفن فمن صغره طالب في الأزهر واتخرج من كلية الشريعة وكان ليه تصريحات أل فيها أن الفن مش حرام أنا حافظ القرآن ودارس شريعة وعارف فقه كويس أما النجم حكيم درس في الأزهر لكن برغبة من والده عشان يبعده عن الغنى وحافظ أجزاء من القرآن لكن قدر برضو يحقق رغبته في الآخر ويغني وأعلن مؤخرا أنه بعدها تزاله الغنى هيسجل الأدان وأدعية بصوته وكمان أعلن رغبته في تسجيل القرآن الكريم كامل بصوته وقال أنه عايز ده يفضل ذكرى ليه وفي تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمر الليسي أعلنت الفنانة الشهيرة أن زوجها الفنان محمود ياسين سجل القرآن الكريم بصوته وكان حلمه أنه يظهر للناس لكن للأسف ما حدش عارف التسجيل ده فين ونشدت أي حد يعرف مكانه يظهره ترجمة نانسي قنقر